أهلا بكم أكدت إيران أنها ستنفذ اتفاقية فيينا النووية بشرط الحفاظ على حقوقها في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وقد بدأت واشنطن التحضير لتعليق العقوبات المفروضة على إيران وفقا للاتفاق النووي بينما أكد وزير الخارجية الألماني أن إلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران سيتم بشكل كامل بعد التأكد من التزام طهران بتعهداتها أكدت الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوروبي بدأ المضي قدما باتجاه تنفيذ اتفاقية فيينا النووية في وقت أكدت إيران أن التزامها مشروط بالتزام القوى الكبرى بحق إيران في استخدام طاقة النووية للأغراض السلمية وقد أكد رئيس برلمان الإيراني علي لاريجاني أن الإمام الخامنائي يشرف شخصيا على تنفيذ الاتفاق النووي وقد أصدر توجيهاته للحكومة بهدف البدء في تنفيذها وفي واشنطن أصدر رئيس الأمريكي باراك أوباما أيضا أو أمره ببدء تنفيذ الاتفاقية النووية التي تنص على إلغاء عقوبات النووية فرضت على إيران وأبلغت إيران اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستطبق البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار النووي إحدى مراحل تطبيق الاتفاق التاريخي المبرم في فيينا وفي هذا السياق قال رئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته استخدمت فريقا متخصا في مجال المحادثات مشيدا بالإمكانية العالية التي يتمتع بها وزيو خارجيته محمد جواد ظريف كما أكد رئيسه نظمة الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحي أن طهران مستعدة للوفاء بالتزامتها مؤكدا أن بلاده ستقلل عدد جهزة الطرد المركزي لما يناهز الستة ألف وأضاف صالحي أن الخطوات التي على إيران القيم بها لتقليص برنامجها النووي ستستغرق نحو شهرين وخلال زيارته إلى طهران أعلن وزير الخارجية الألمانية ببالتر شتاينماير أن العقوبات المفروضة على إيران من المرجحة أن تستمر لغاية بداية سنة المقبلة حتى التأكد من التزامها بتنفيذ الاتفاق حول برنامجها النووي وأشار شتاينماير إلى أن على إيران تقديم أدلة على تطبيقها الاتفاق قبل رفع العقوبات التي ستبقى مفروضة على الأرجح حتى يناير المقبل كأقل تقدير وأضاف شتاينماير أن على طهران تبيان أنها تفكك أجهزة الطرد المكزية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم ويجب عليها تدمير المواد المخصبة وأن تجري تعديلات على هيكلية مفاعل الماء الثقيل في مدينة آراك ترجمة نانسي قنقر